تحت وضأة الضغوط القاسية والمستمرات التي مورست عليه لإجباره على التنازل عن قضية ابنته وجد والد جنات التي تعرضت سابقاً للاقتصاب من قبل أحد مشرف ميليشيا الحوذي نفسه معتقلاً في سجن نيابة الإسئناف بصنعه والسبب رفضه القضوع لإملاءات قيادات الحوذي التي كانت تحاول إنهاء القضية لصالح الجاني جواجه والد الطفلة جنات شبكة جريمة منظمة تستند إلى دعم ونفوذ كبير من السلطات الأمنية الموالية للميليشيا مما يزيد مأساته تعقيداً ويصادر حقه بالمقاضات والإنصاف تزايدت حالات الاقتصاب وغياب العدالة والتلاعب بالقضايا والتحكم بالقضاء عوضاً عن قمع أقارب الأطفال الضحايا الاغتصاب تستحضر هذه القضية مأساة مماثلة حين تم اقتصاب طفل كان في زيارة لأخيه في سجون الميليشيا فبعد الانتهاء من الزيارة استدرج الطفل إلى مكان منعزلاً في السجن حيث تم اقتصابه من قبل مشرف لكن الغضب الشعبي في البيضاء دفع الميليشيا إلى الإسراع بإصدار حكم القصاصي وتنفيذه أمام الضغط الشعبي أصدرت ميليشيا الحوذي تعميماً يمنع دخول الأطفال إلى السجن أو تقديم الطعام والمشروبات للسجناء خوفاً من تكرار الجريمة باتت ظاهرة العنف الجنسي خصوصاً الاقتصاب على يد عناصر ميليشيا الحوذي تكل هاجساً مقلقاً لليمنيين وسط انتشار حالات اقتصاب النساء وإجبارهم على ممارسة الدعارة فضلاً عن حوادث التحرش الجنسي المتزايدة تجاه المهاجرين الأفارقة مما يعكس عدام الأمن والتستر على الجناة يعاني النظام القضاء في صنعام فساد مزمن وغياب الإمكانات اللازمة لتحقيق العدالة ومع هذه التحديات يظل الخوف من العار والانتقام الاجتماعي أكبر العوائق أمام الضحايا لإبلاغ عن الجرائم أو المطالبة بحقوقهم فيما تبقى جهود المنظمات المحلية والدولية عاجزة عن توفير الدعم اللازم للأطفال وأسرهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر